أعلن سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أعلن أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة افتتاح مدرسة إعدادية جديدة للبنات بمنطقة البسيتين يأتي ذلك في إطار خطة برنامج عمل الحكومة الرامية إلى توفير المزيد من الخدمات التعليمية للمواطنين في مختلف المحافظات مشيدا بالدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة من لدن القيادة الحكيمة للبلاد وأكد الوزير لزيارته التفقدية إلى موقع المدرسة أنها تحظى أو تأتي ضمن مجموعة من المدارس الجديدة التي يجري العمل على إنشائها حاليا بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة وتمتاز بمواصفات عصرية حيث تم تصميمها بما ينسجم مع المطلبات المشاريع التطورية التي تنفذها الوزارة كمشروعي تحسين أداء المدارس والتمكين الرقمي في التعليم وبما يلب احتياجات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن كونها مدارس صديقة للبيئة وموفرة للطاقة وبينا أن الوزارة تعتزم نقل طالبات مدرسة الابسيتين العدادية للبنات القائمة حاليا إلى المدرسة الجديدة وكذلك نقل عدد من طالبات مدرسة الزنوبية العدادية للبنات إليها بحسب المجمعات السكنية مؤكدا أن النموذج الجديد للمدارسة الحكومية يأتي منسجما مع الخطط الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى النهوض بمستوى التعليم الحكومي إلى أرقى المستويات فضلا عن تماشي المدارس الجديدة مع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وأوضح الوزير إلى أن المدرسة الجديدة تتكون من مبنى واحد بالشكل العمودي مكونا من ثلاثين فاصلا دراسيا موزعا على أربعة طوابق بطاقة استيعابية تصل إلى ألف طالبات وبتكلفة تصل إلى أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار مع توفير عدد من المصاعد ونظام تكييف مركزي وخدمة الإنترنت فضلا عن توفير كافة المرافق الأساسية المزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات كالمختبرات العلمية المتطورة والصلاة متعددة الأغراض بما فيها صالة رياضية بمميزات حديثة في الطابق الثالث إلى جانب تجهيز مرافق متكاملة لأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية